اشتركوا في القناة وحدث جلل هذا الحدث حذر منه آدم عليه السلام أولاده ولعشرات عشرة قرون والناس يتوقعون مثل هذا الحدث لكن ما كان أحد يدري أنه سيحصل الآن التنور فار بدأ الماء يخرج أسرع نوح عليه السلام وأمر الحيوانات أن تركب السفينة وبدأت الحيوانات تخيل الله أعلم كم كانت من الحيوانات ليس فقط الحيوانات حتى الطيور وقيل أن هذه السفينة كانت ثلاث طبقات الطبقة السفلة كانت لهذه الحيوانات من عظمها أشاتين والبقرتين والخيل وكل الحيوانات ذكر وأنثى والطبقة العليا كانت لهذه الطيور التي ربما طارت ورجعت مرة أخرى وكان الوسط لأهل الإيمان ومنهم نوح عليه السلام والناس ينظرون ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ ما بال نوح ركب مع أصحابه في تلك السفينة وأركب هذه الحيوانات وعتى الملأ ونظروا ما لكم؟ هل جننتم الأرض جافة؟ وركبوا على سفينة ليس فيها لا مطر ولا بحر والناس مستغربين مما يفعل نوح عليه السلام حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال لأهل الإيمان اركبوا فيها بسم الله قلوا بسم الله وانتوا ركبين وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم لما ركبوا السفينة والناس ينظرون فجأة بدأ وعد الله عز وجل بدأت السماء تمتر ليس مطرا عاديا مطر شديد شفت الدلو الدلو اللي تسكذا على الأرض شون الماء ينزل ترى هكذا كان ينزل المطر من السماء مثل شلال ففتحنا أبواب السماء كأن السماء صارت باب وانفتح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مو بس من فوق ومن تحت وفجرنا الأرض عيونا ترى المنظر مخيف والله لا تقول لي تسونامي لا تقول لي مطر غزير والناس بدأت تغرغ لا تقول لي هذا مو طفان عادي هذا الطفان ما صار على وجه الأرض إلا مرة واحدة في عهد نوح السماء فتحت الماء ينهمر 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 والأرض تفجرت ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا وارتفعت السبيل وارتفعت الفلك وحملناه على ذات ألواح ودسر الله ما أعظم النجاة في ذلك اليوم والناس تخيل الآن مشهد الناس الناس بدأوا يركضون الناس أول شي كانوا محتمين ببيتهم من المطر على بالهم بيوتهم ستحميهم لما بدأ الماء يرتفع ارتفعوا فوق بيوتهم لما شافوا الماء سيرتفع حتى على بيوتهم بدأوا يركضون ويصرخون ويصيحون وين يروحون يروحون للجبال الكل قام يتجه للجبال اللي غرق غرق اللي ما لحق ما لحق واللي لحق قام يركض وين على الجبال حتى إن بعضهم ترك أطفاله وراءه ما لحق والأم تركت طفلها يغرق وهي تهرب تريد أن تركض لتنجو بنفسها وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج ارتفاع الموج في ذلك اليوم كارتفاع الجبال شكله مثل الجبل الله ترى منظر مخيف والله مفزع وما في أحد قاعد ينجو إلا هذه السفينة ترجمة نانسي قنقر